موسيقى نشاط 3 أحدد مظهر الرسائل العصبية وطرائق انتقالها فيما سبق تم إبراز وجود ترابط بنيوي بين الأعضاء المستقبلة اللي هي الأعضاء الحسية المراكز العصبية اللي هي المخ والنخاء الشوكي والأعضاء المنفذة فكيف تتواصل هذه الأعضاء فيما بينها؟ إذن مجموعة من الأسناد والتعليمات رح نجاوب عليها لكي نتوصل إلى الإجابة هذه أو للسؤال هذا لهو كيف تتواصل هذه الأعضاء فيما بينها؟ نشاط الأول أن نشأت الرسالة العصبية على مستوى المستقبل الحسي تم عازل المستقبل الحسي للجلد ووضعه في حوض به محلول فيزيولوجي ننبه النهاية العصبية بتسليط ضغط متزايد الشدة خلال مدة زمنية ثابتة سجلت الاستجابات على شاشة رسم الضبضبات المهبطي وهو جهاز إلكتروني يقيس تغيرات فرق الكومون الكهربي بين إلكترودين مستقبلين هذه هي الوثيقة التي تمثلنا تركيب التجريبي والتسجيلات الناتجة ليف عصبي من جسيم باصيني هوليك ليف عصبي مرتبط بجسيمة باصيني موضوع في محلول فيزيولوجي نحدث سيسلة من الشدة المتزايدة يعني من الضغط المتزايد ونسجل على رسم الضبضبات أو رسم الاهتزازات المهبطي تسجلنا خطوط تلاحظ هي خطوط عمودية يقلنا كل خط عمودي يوافق النبضة كهربائية مسجلة التعليمات اعتمادا على معطيات الوثيقة واحد اشرح نشأة الرسالة العصبية على مستوى مستقبل حسي مع تحديد مميزات الرسالة الصادرة عن جسيم باصيني الليف العصبي مشحون كهربائيا يعني يوجد على سطح الليف شحنات مجبة احظ اما بالداخل او في المقطع توجد شحنات سالبة في هذه الحالة نقول عن الليف العصبي انه مشحون او مستقطب اذا الليف العصبي في هذه الحالة راه في حالة راحة اذا عندما تكون شحنات موجبة على السطح والسالبة بالداخل الليف العصبي في حالة راحة شفنا سابقا الليف العصبي في حالة راحة قلنا الليف العصبي في حالة راحة يكون مستقطب الان بالنسبة للليف العصبي في حالة النشاط بمعنى عند احداث تنبيه تتولد رسالة عصبية تنتقل على طول الليف العصبي لتصل الى المراكز العصبية اين يتم ترجمته لاحظ معي كما هذا الحالة في يد الحالة يكون الليف العصبي في حالة نشاط او عمل حيث تنتقل الرسالة العصبية بشكل اشارات كهربائية على طول الليف العصبي على شكل موجات زوال الاستقطاب الان ماذا يحدث في هذه الحالة اذا ما هو زوال الاستقطاب زوال الاستقطاب هو التغير في الشحنات يعني هناك فرق في الشحنات بين السطح والمقطع يعني سابقا تكون الشحنات على السطح موجبة وبالوقتع وبالداخل سالبة عندما تكون عندي رسالة عصبية رايحة تتغير الشحنات وبالتالي يصبح الموجب بالداخل والسالب على السطح هذا نسموه زوال الاستقطاب يعني زال الاستقطاب على مستوى الليف العصبي تنتقل هذه الموجة تلاحظ تنتقل هذه الموجة على طول الليف العصبي ثم تعود الشحنات يعود الليف العصبي إلى حالته الطبيعية الأولى إلى حالته الأولية أي إلى حالة الاستقطاب أو ما يسمى بكمون الراح تلاحظ نتبع التنبيه التنبيه عندما يصل يحدث هناك تغير تغير في مستوى ماذا؟ على مستوى الشحنات يعني عندما يصل التنبيه إلى أي نقطة من الليف يؤدي هذا إلى زوال الاستقطاب ما عندها زوال الاستقطاب؟ قلنا زوال الاستقطاب هو دخول الشحنة الموجبة إلى الداخل الليف وخروج الشحنة الساربة ثم بعد هذا العملية يعود الليف إلى حالته طبيعية يعني حالة الاستقطاب بعد مرور هذا التنبيه تلاحظ كل شحنة ترجع إلى مكانه لاحظ معه إذن هذه الحالة نسموها مرحلة أو مرحلة العمل أو كامون العمل نتيجة الليف العصبي الليف العصبي في حالة راحة أو كامون الراحة يكون مستقطباً وظيفياً أي مشحون بشحنة الموجبة على السطح الخارجي الليف العصبي وبشحنة ساربة داخل المقطع الليف العصبي ثانياً عند التنبيه تتولد رسالة عصبية تنتقل بشكل موجات زوال الاستقطاب أي يكون مشحون بالسالب على السطح الخارجي للليف وموجب داخل المقطع للليف العصبي ثالثاً طبيعة الرسالة العصبية تنتقل بشكل إشارات كهربائية على طول الليف العصبي ناتجة عن تنبيه فعال رابعاً الليف العصبي ناقل للرسالة العصبية الرسالة العصبية أو السيالة العصبية هي كمون عمل الذي ينتشر على طول الليف العصبي بشكل موجة زوال الاستقطاب نقل الرسالة العصبية منبعثة من المستقبلات الحسية تشكل النبضات الكهربائية الناجمة عن التنبيهات الفعالة لمستقبلات الحسية رسالة عصبية يتم انتقال الرسالة العصبية عن طريق خلايا الجهاز العصبي ما تسمى بالعصبونات إذن الخلايا العصبية هي نفسها العصبونات إذن أعطنا وثيقة تمثل عصبون وتمفصوله مع عصبون آخر إذن هذا هو التمفصول يعني ارتباطه المكان التقاء العصبون بعصبون آخر يقولنا في العضوية ينقل كل عصبون الرسالة العصبية في اتجاه واحد من أين؟ من المستقبل إلى المركز العصبي أو من المركز العصبي إلى المنفذ خلال نقلها يمكن للرسالة العصبية أن توصل إلى عصبون آخر أو إلى عضو منفذ كالعضلة أو الغدة وذلك على مستوى منطقة تدعى المشبك معنتها لكنا ندرو عليه وقلنا المفصل ما هو إلا مشبك إذن هذا هو المشبك رقم عشرة هو المشبك قلنا تعليماء انقل رسم الوثيقة ثم دون عليه اتجاه انتشار الرسالة العصبية تلاحظ تمثل هذه الوثيقة الخلية العصبية إذن هذه خلية عصبية أو ما يسمى بالعصبون يعتبر العصبون أو الخلية العصبية هي الوحدة الأساسية للليف العصبي دورها هو نقل الرسالة العصبية كما نعرفها تتكون أولا من أولا الجسم الخلوي وهو عبارة عن الجزء المركزي في الخلية العصبية يحتوي هذا الجسم الخلوي على نواة سيتو بلازم وغشاء سيتو بلازمي يخرج من سطحه أو يبرز من سطحه تشعبات أو تفرعات تدعى تفرعات شجرية الآن هذه التفرعات عندها علاقة باستقبال أو نقل الرسالة العصبية اللي هي نقل الإشارات الكهربائية ثانيا الليف العصبي الليف العصبي يتكون من محور أسطواني وغمد النخاعي إذن هو عبارة عن امتداد يخرج من الجسم الخلوي ينقل الإشارات الكهربائية هذه في العصبون تلاحظ ينتهي هذا العصبون بالتفرعات أو التفرعات النهائية قلنا بين مصار الرسالة العصبية على مستوى الليف العصبي تلاحظ اتجاه الرسالة هنا عفوا قبل هذا التفرعات النهائية تنتهي التفرعات النهائية قد تكون التفرعات النهائية على علاقة بالعضو المنفذ العضلة أو حتى قد يكون على اتصال بخلية ثانية ونسمي على مستوى هذا أو الفاصل أو الربط بين الخلية نهاية خلية عصبية وخلية عصبية أخرى نسميها بالمشبك الآن قلنا ضع الاتجاه للرسالة الاتجاه دائما يبدأ من الجسم الخلوي الرسالة تبدأ من الجسم الخلوي وتنتهي في التفرعات الشجرية في اتجاه قلنا إما خلية أخرى أو في اتجاه العضو المنفذ إذن نجي ونعرف المشبك تلاحظ ما صار الرسالة إذن من هنا عندنا نهاية خلية عصبية هنا تفرعات نهائية إذن هنا كين مشبك هتلاحظ معي هنا مشبك إذن الرسالة من خلية إلى خلية تنتقل عبر مشبك في اتجاه واحد يعني من الجسم الخلوي إلى نهاية العصبون أو نهاية الخلية العصبي لاحظ هذه الوثيقات تمثلنا المشبك وهي محركات للمشبك إذن البداية للمشبك تلاحظ نسموه غشاء قبل التشابكي أو قبل المشبكي هذا اسموه فراغ مشبكي وهذا غشاء بعد مشبكي لاحظ الرسالة في بداية الأمر تأتي على شكل أو طبيعة كهربائية تصل إلى هنا الفراغ المشبكي تتحول بشكل طبيعة كيميائية لأن الحويسلات فيها مادة كيميائية رايحة تنقل هذه المادة الكيميائية الطبيعية إلى الغشاء بعد المشبكي على مستوى الغشاء بعد المشبكي رايحة ترجع لنا الرسالة العصبية بطبيعة على شكل طبيعة كهربائية يعني قبل المشبك كهربائية على مستوى الفراغ كيميائية بعد المشبك كهربائي إذن بصفة عامة راح تتولدنا الرسالة العصبية أولا على مستوى المستقبل الحيسي هذا المستقبل يحولها على شكل رسالة عصبية وقلنا طبيعتها كهربائية تنتقل على مستوى كل عصبون بشكل إشارات كهربائية وتصبح على مستوى المشبك على شكل وسيد كيميائي بعدها من المشبك تنتقل باتجاه قلنا راح تنتقل باتجاه واحد تنتقل إلى الغشاء بعد مشبكي وتصبح رسالة عصبية طبيعتها كهربائية إلى أن تصل إلى المركز العصبي أو إلى العضو المنفذ إذن راح نستنتج كنتيجة تنتقل الرسالة العصبية من خالية عصبية إلى أخرى في اتجاه واحد عبر أو على مستوى المشابك بواسطة وصيد كيميائي جيم معالجة المعلومة على مستوى المخ جيم يتكون نصفا القورة المخية من مادة بيضاء لاحظ هذه المادة البيضاء محاطة على سنك 3 مم بمادة رمادية تشكل القشرة المخية حيث تتمركز فيها الأجسام الخلوية لعدة مناير من العصبون يعني بمعنى لو نطابق هذه المادة الرمادية عفوا تلاحظ هنا ما هي إلا عبارة عن أجسام خلوية ليشفناها في العصبون أما المادة البيضاء توافق ما يسمى هنا الليف العصابي لاحظ الليف العصابي هو ما يمثل المادة البيضاء أما المادة الرمادية ما هي إلا مجموع الأجسام الخلوية لهذا المجموع الأجسام الخلوية هم ليشكلنا ما يسمى بالقشرة المخية ثم تدخل سطوح الحسية للقشرة المخية يؤدي تلف أو خدوث تلف في منطقة محددة للقشرة المخية إلى فقدان الإحساس في النصف المقابل من الجسم تدعى هذه المنطقة صطح الإحساس العام إليك هذه الوثيقة المنطقة هذه باللون الأحمر اللي هي صطح الإحساس العام تلاحظ سابقا قلنا أن الكرة المخية عبارة تنقسم إلى نصف كرة مخية وكل نصف كرة مخية في سطوح إذن عندنا سطح الإحساس العام من الجهة اليمنى وعندنا سطح الإحساس العام من الجهة اليسر بالتالي سطح الإحساس العام في الجهة اليمنى يفسر مختلف الأحاسيس أو التنبيهات لجنا من القسم الأيسر للجسم يعني الجلد يستقبل مختلف التنبيهات في الجهة اليسرى تفسر أو تعالج على مستوى السطح العام الإحساس العام في الجزء الأيمن أما التنبيهات التي يستقبلها الجلدة في الجزء الأيمن للجسم تفسر أو تعالج على مستوى سطح الإحساس العام الموجود في النصف الأيسر بمعنى كأن هناك ما يسمى بالتصالب ثم تبين التنبيهات المحدثة خلال عمليات الجراحية أو باستعمال التقنيات الحالية للاستكشاف الوظيف للدماغ أن هذا السطح يبدي قسمين يعني كل سطح عنده قسمين نسموه سطح الإسقاط يستقبل الرسائل العصبية السطح الثاني يدعى سطح الإدراك الحسي هنا ينشأ الإحساس الواعي هناك على أساس أنه يعالج هذا الرسالة ونفهم ما معنى هذا الرسالة ثم تبين الوثيقة ربعة أن لكل وظيفة حسية سطح إحساس خاص بمعنى إحنا شفنا سابقا أن الدماء أو المخ ينقسم إلى فصوص وكل فص عنده سطح إذن هنا مثلا سطح الرؤية هذا السطح رح يلتقط الرسالة العصبية الحسية من العين ويترجمها إلى حس واعي أو إحساس أو حس شعوري هذا السطح الرؤية موجود في الفص القفاوي كذلك مثلا هنا سطح الشم يعالج الرسالة العصبية هنا لكن سطح الشم موجود في فص القفاوي وإنما في الفص الجداري بمعنى كل عضو حسي يلتقط منبه خاص به وهذا الرسالة تترجم أو تعالج على مستوى سطح خاص في القشرة المخية نجيب الآن إلى ثانيا السطح الحركي للقشرة المخية بمعنى القشرة المخية فيها سطح إحساس عام لهو عنده علاقة بالجلد وعنده سطح الحركي للقشرة المخية سمحت مختلف تقنيات الدراسة بتحديد موقع منطقة في القشرة المخية تدعى السطح الحركي هوليك سطح الحركي باللون الأزرق تلاحظ أن سطح الإحساس العام والسطح الحركي يفصلهما شق يدعى شق رولاندو في السطح الحركي أيضا كما السطح الإحساس العام ينقسم إلى قسمين يقولنا السطح الأول هو سطح الإسقاط الحركي بمعنى هو الذي يثير تنبيه عضلات أو تقلص عضلات محددة بدقة واقعة في النصف المعاكس كما شفنا سابقا في الإحساس أيضا هناك في الحركة كان هذا الطريقة اللي هو نصف المعاكس من الجسم بالنسبة لموقع التنبيه في القشرة المخية بمعنى إذا نبهنا مثلا هذا النقطة مثلا X موجودة في السطح الحركي هذا النقطة مسؤولة مثلا عن عضو لكن ليس في نفس الاتجاه وإنما في الاتجاه المعاكس بمعنى هنا هذا الصورة رأي تدل على نصف القرى المخية للجزء الأيصر بمعنى إذا حدثتنا تنبيه على مستوى هذه المنطقة رأي يتحرك لي العضو اللي في الجزء الأيمن ثم السطح قرب حركي هو الذي يبرمج وينسق الحركات بمعنى هذا يثير التنبيه وهذا ينسق السؤال يقول لي بين دور المخ في الاتصال العصابي إذن راح نكتب الإجابة نتيجة إذن تترجم الرسالة العصابية الحسية إلى إحساس على مستوى مناطق أو أسطح متخصصة في المخ مسؤولة عن ترجمة التنبيهات للحواس الخمس وهي سطح أو ساحة اللمس متواجدة على مستوى الفص الجداري قلنا ساحة الإحساس العام سطح السمع موجود في الفص الصدغي سطح الشم في الفص الصدغي سطح الرؤية على مستوى الفص القفوي سطح تذوق على مستوى الفص الجبهي تدعى بالسطوح الحسية وأي إطلاف فيها يؤدي إلى خلال في الوظيفة الحسية حسب المنطقة ودرجة الإطلاف الآن المخ المخ له دور هام في الجملة العصبية حيث هو مركز عصبي رئيسي على مستوى يتم معالجة الأحاسيس أو ترجمة الأحاسيس وكذلك تنسيق الحركات الإرادي ترجمة نانسي قنقر